والإنسان لما يعمل الأعمال ويكون خبيئة بين الله ثم يحدث بها الناس يحرم منها كم من الناس يقولون كنا في صيام وكنا في قيام ليل وفي صدقات ما إن حدثنا به حتى ذهبت كلها منا وهنا كما قال ابن القيم يعني إما أنك بتحدث على باب الرياء وانظر يحيي بن معين كما في الحلي عند ابن نعيم يقول يعني صاحبنا اليام أحمد خمسين سنة ما افتخر عليه ومشي بل إن عبد الله بن مبارك انطفأ السراد يوما فلما عاد وجدوه يمسح دموعه فسألوه قال ذكرت ظلمة القبر وأحدهم يوما كان يبكي في ظلمة فلما عاد السراد قال قاتل الله الزكام كلهم يريدون أن يستخفوا بهذه الأعمال يجعلونها بينه وبين ربهم تبارك وتعالى سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه ذكر الله يوما فبكى وخشع قلبه قال ليت إخواننا معنا فلما نام رأى في المنام أن هناك من يضربه في رجلي وقال إذ ذاب إليهم فخوذ الأجر منهم روح خليم الدوك الأجر وإنما هو قال من بابيش يعني سبحان الله قال لا ما أنا أخواننا نذكر كده فلذلك الإنسان دائما يحرص على ما بينه وبين الله عز وجل قدر ما يصدع وإن أراد أن يتكلم يجعلها مما باله يعني يقول زيد من الناس ويقول حدثت لأحطان وهكذا لكن لا يذكرها هو عن نفسه وإن ذكر فلا حرج إن كان قدوة لكن يخشان الإنسان يدخل الرياء فيه والسمعة فيسلب هذه النعمة وكم من الناس كما قلت لكم كانوا في قيامل وكذا فلما حدثوا ذهبت لذة هذه الأمور نعم